شكرا عاصر رحباني لما اتعرف على فيروز وابتدى يعمله مع بعض أغاني شغل وأغاني حلوة وعايز بقى هي عجبته فهو عايز يعني يتعرف عليها أكتر ويدها معاد وهي راحت المعاد في الوقت المتحدد بالزبط وفضلت قاعدة مستنيها مدة طويلة تأخر عليها المطرة نطرت والبرد كان جامد وهي قاعدة مستنياء وهو تأخر عليها مدة طويلة وبعدين الموضوع خلاص حصل وبعد كده هم اتجوزوا وعاشوا وعملوا أغاني ومسرحيات وحاجات كتيرة وهي قاعدت تسع سنين كل شوية تفكروا فاكر لما سبتني في الشارع والمطرة نطرت علي والبرد كان جامد جدا وفضلت مستنياك مدة طويلة يقول لها معلش حاضر أنا آسف وكده فهو عمل لها حاجات تانية حلوة كتير فما فيش مفشاكل يعني المهم انه في الآخر راح عمل لها أغنية وحكى فيها القصة كلها وقال لها الأغنية دي يلا نسجلها وسجلتها